تكتب اسمك يا بلادي عالشمسي ما بتغير لما لي والأولادي على خبك ما بخاري على أكل التابية ع 2012 بدرس تعريق في بيروت ولما وردت لحظة جاءت سوريا وطوعت مع الجيش السوري كمصور وسائقي حربي لنوثق المعارك والأحداث التي تحدث حالياً تشايفتك لباس العسكري فنحن نعمل معد لقاء في فترة استوياحة محاربة حالياً حالياً تتواجد مع الجيش العربي السوري بمتصورة كمصور ومعادة تقارير عن كل المعاركة التي تتخبرني أكثر؟ طيب أنا غير أنه نحن بباب تومع بنزول على الغوطة طبعاً هي مو أول مرة أنا مغطى معارك بمحافظة خمع وبريف اللاذخية وبي وحالياً بريف تبشر بردنا نخرج على الغوطة نصور الشباب هناك صعوبات تكون مع الشباب وطبعاً أني قاتلين لأننا المسلحين تبعوا لوحة لكننا ببعض إن شاء الله أقوى منهم يحفرون خنادق، يضعون ماء، ألغام، غنص، هاوي تشددين جداً ننزل ونصور الشباب، تقدم، تحرك، الجيش ونوثق المعارك، نصور فوتوغراف، نصور فيديو نرى الشباب على الخطة الأول مرحين ماذا تعمل؟ يدخن، يأكل، يشرب نرى الشباب، نرى الحمد لله، قبل الدولة السورية أكثر من مرة أن تعمل هدنة معينة مع المسلحين لأنهم يستخدمون المسلحين كدروبشارية لا يردون، دائماً رافضي للفكرة لأنهم يوجد رهناء بالآلاف لأنهم يهجموا على عدرة العمالية وأخذوا منها مدنياً ويضعوا على أسطح في الشوارع، في بيناتهم ويأتي الشباب يعملون شوارعاً أحياناً يكونوا ممثلين أحياناً دائماً يستخدموا الأطفال وهذه الناس لأنهم يشدوا العالم تجاههم لأنهم تلاحظوا العالم أكثر من فيديو أن هناك أطفال مثلاً مصابين بغزائف أو بشيء بغزائف أو بشيء أو بضربة أو معينة ويأتي الأطفال بمكان آخر لأنهم لا يوجد شيء يستخدمون الأطفال دائماً وهم نرى أنهم كثيراً يستخدمون هذا العالم مصابين لأنهم يستخدمون هذا العالم فهنا نحن 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 نعرف لأنهم يفعلون دائماً في هذه المرحلة يجبون ونحن تلاحظوا أن يجب أن تكون هذا العالم من فيديوهات الأخيرة تلاحظوا أن تقارنوا comparison between هذا الطفل ومكان ومكان ما زادت حتى الأشخاص يمثلون هذا الموضوع وخاصةً هؤلاء 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 القباط البيضاء لن تركز على هذا الموضوع سياق كلامك عن موضوع الهدنة ومحاولات الحصول على الهدنة لإخلاج المدنيين نحن من اليوم الرابع للهدنة المفروضة كانت من الساعة 9 إلى الساعة تنتين وظهر ولكن نلاحظ أنه دائما في خلقات للهدنة والمعلم أننا موجودين في منطقة بابخما فهنا يكون هناك نائمة الاستهداف قزائف استراتيجية المعاركة التي تحدث وقوة المعاركة هي سبب أنه هل يستمرون باستهداف المعاركة في دمشق؟ طبعا هذه هي نقطة ضعف ونقطة قوية لأنهم يريدون أن يفعلوا شيئا ونحن نخسرهم يريدون أن يفعلوا شيئا حتى يستمروا بهذا الخراب والدمار الذي يحدث يوجد مقزائف يوجد مصوريخ يوجد مصوريخ يوجد مصوريخ يوجد مصوريخ يوجد مصوريخ كذلك يوجد مصوريخ يوجد مصوريخ يحتاجون مصوريخ يوجد مصوريخ أ CPA هل يمكن أن نعتبر موضوع زياد خلقات الهدنة لأنها نقاط قوة لتقدم الجيش العربي السوري في المناطق الغوطة؟ طبعاً، هناك تقدم ملحوظة للجيش السوري بالغوطة، وهي مسئلة وقت لا أكثر لتحرير الغوطة، والنصر أكيد، إن شاء الله، بإذن الله هل تشعب مثل ما فلمت سننات إذا كنت تدرس تعليخ وتركت الدراسة؟ لا، لم تركت الآن، أنا وقفت الجامعة رغم ذلك، هل تركت حياتك الطبيعية كما تتعيش في حياتك؟ لا، لا، ليس ذلك، أنا نزلت ضمن ظروف، ضمن ظروف معينة، لم أتركت بشأن الحرب، نزلت ضمن ظروف معينة، أحبت أشتغل شيء، لم أحبت أسافر، أنا وحيد، وحيدة لأهلي، أحبت أعمل شيء، أن أخدهم بلدي، لا، ليس ذلك، لكن، إذا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، يقولون أنه أفر، أو أنه أحمد ليك، لا، لا، أنا أحبب هذا الموضوع بدون هدف لا مادة، ولا مجد، أو أي مجد، أنا أحبب أن أخذهم هذا الموضوع، أنا زلمي، أنا أصغير، أحب الأرض، أحب بلدي، فأنا أحبت أخدم شيء، مع الأيام، أنه أقول لأولادي، أو الناس، أو العالم، أنه أنا في يوم الأيام، كنت في هذا المكان، أنه أعمل شيء معين، رغم أنه أنا وحيدة أهلي، وكثيرًا أتدايق أهلي من هذا الموضوع، لكن ما فيني الموضوع بدمي، أحب التصوير كثيرًا، أنا أصلي الآن أربع خمسة سنين بصور، أخذ لقطات كثيرًا، أحب التصوير كثيرًا، وديه الموضوع بأنه يمكننا أن نصبه صورة صعبة، صورة صعبة لن يوجد أحد صورة صعبة. ممكنني أن أصبح 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 أحب المواضي، لكنهم لا يوجد صورة صعبة. هذه الأرض هي نحوش، ونرى لجيزة منا، هذه الأرض هي نحوش، ونرى لجيزة منا، ونحن سوريين ومن كل الطوائف والأشكال والألوان وعايشين وهلأ بس ظل مسئلة الغوطة هي المفتاح الوحيد لكل المجموعات المسلحة بس غزة الغوطة إذا الله راد بتنتهي نوعا ما الحرب بسوريا وإن شاء الله بنرجع متل ما كنا يا رب أحمد الحرك الشاب الوحيد لأهلم الذي يفضل أنه يتمج هوايته بالتصوير وعمله بالتصوير مع العوان الحربي تشكرك كثير وأتمنى أن تبقى توم المستهدفة من المسلحين والبين تواجدك بالوط أن تظلمك دائما سعني ومثل ما أنت تبصى المرحلة تقدر تخبر أولادك وأولادك عن الشيء الذي صار في سوريا وكيف تتلعنا بخير وسلم وانتشكرك داخل العين أهلا وسعني اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة